موسيقى مرحبا بكم من جديد إلى حلقة اليوم برنامج ثنايا الخبر نخصصها للحديث عن الذكرى الثالثة لتهجير أهالي حلب عقب حملة قصف دموية مكنت روسيا ونظام الأسد من السيطرة على الأحياء المحررة ثلاثة أعواب مرت على تهجير أهالي مدينة حلب تهجير حمل الكثير من القصص والذكريات من الحصار إلى أرض اللجوء ألهمت الكثير إنتاج ما من شأنه توثيق ما حدث للمزيد في التقرير التالي تعود الذكرى الثالثة لتهجير سكان مدينة حلب من بيوتهم قصرا ليجوبوا بقاع العالم حاملين معهم من تلك المدينة المدمرة ذكرياتهم التي ربما تخفف من وطأة البعد والفراق ولعل صورة راجعين يا هوى من أبرزها حيث جمعت مشاعر الحب والأمل بالعودة قبل ثلاث سنوات بدأ أكثر من 150 ألف مدني ركوب الحافلات الخضراء وخرجوا مكرهين بعد حملة تصعيد وحصار من قبل الروس وقوات النظام ليختار كل واحد منهم طريقا بعيدا عن حلب الروح كما يصفونها أشواق ولوعات وتعليقات وقصص وحكايا عن حلب تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى التهجير من كل عام تحولت فيما بعد إلى لوحات فنية حصدت الكثير من الجوائز العالمية أحداث ألهمت كثيرين بحلب مدينتي نسا عم صور هذا الشي اللي عم بيخلي معنا لوجودي بدي إياك تفهم شو اللي كنا عم نقاتل مش هانا سما أنا بعرف أنك عم تفهمي شو عم بيصير أحد سامحيني فيلم إلى سما أحد أبرز الأعمال الفنية التي حولت الحصار إلى عمل فني عكس واقع المدينة في تلك الفترة للإعلامية الفنانة وعد الخطيب التي عايشت الحصار مع ابنتها سما بطالة الفيلم الحائز على الكثير من الجوائز الفيلم لم يكن وحيدا وداعا حلب عمل آخر للإعلامي باسم أيوبي الحائز على جائزة الإيمي الدولية بالإضافة للكثير من الأعمال الفنية التي لا قد صدن عالميا وثقت أحداثا غدى التاريخا يخاف كثيرون تحريف وقائعه مرحبا بكم من جديد مشاهدين أعود للترحيب بضيوفي هنا بالأستوديو الأستاذ عفراء هاشم والأستاذ سالم الأطرش وتنضم إلينا من بريطانيا الأستاذ وعد الخطيب مخرجة فيلم إلى سما عفراء أبدأ معك أو عفوا أستاذ وعد وعد الخطيب رسالة إلى سما ما مضمون هذه الرسالة التي تحولت إلى فيلم فيما بعد مرحبا شكرا كمان لإستضافة سالم وعفراء وهنا أحد الأشخاص الأساسيين في الفيلم أهلا أستاذ إلى سما كان رسالة إلى كل الأطفال الذين خلقوا وولدوا بعد الثورة في سوريا كل الأطفال الذين خوفنا الأساسي كان أنهم يكبروا وأنهم أصصنا تنمحها بدون أن نكون نحن نحكيه بزل الظلم والتحجير والقصف الذي يحدث وإضافة إلى تشويه النظام والروسيا التي يحدث فيه ضمن سوريا كان هناك خوف كبير وأنه يوما ما أصصنا ستكون محكيه بطريقة من قبل النظام أو من قبل التشويه الذي حدث لأن كل الناس الذين كانوا موجودين ضمن مدينة حرب إنهم إرهابيين أو الناس الذين طلعوا بالسورة إنهم أشخاص لا يتعرفون ما يعمل لكن الفيلم كان رسالة نابضة من القلب تحكي تماماً للوجع الذي كنا عم نعيشه وللسورة التي كنا مؤمنين فيها لليوم وللأمل التي لسه عنا كل يوم يخلق أننا سنوصل يوماً ما لنلاقي سوريا الحرة بدون نظام الأسد أستاذ وعد أنت اعتذرتي لسما في النهاية أو في نهاية الفيلم لماذا؟ بنهاية الفيلم لم أعتذر أعتذرت في جزء من الفيلم بالبداية عندما كان الوضع بحلب كثير خطير وسيء وللأسف هذه المشاعر هي مشاعر حقيقية ليس فقط مشاعري أنكها وعد هي مشاعر أي أم كانت ضمن هذه الظروف الصعبة بلاحظة من الأحظات تفقد الأمل تحس أنه أنت لا تستطيع أن تعمل شيء لا تستطيع أن تحمي حالك لا تستطيع أن تحمي هذا الطفل الذي كانت السبب الأساسي بوجوده لكن بنفس الوقت هذه المشاعر تختفي لاحقاً حتى يكون في مشاعر أمل كبير وإيمان بأننا كل شيء نخسره وهلأ سيكون يوماً ما هو السعر الذي سندفع فيه لسوريا الحرة أنتقل هنا لضيفتي في الأستوديو الأستاذ عفراء هاشم أنت والأستاذ سالم فضلتما توصيف ثائرين لماذا؟ كلمة ثائر هي مختصرة لكل شيء الثائر هو اللي بيقدر يقدم كل شيء بحياته بما يخدم ثورته فأنا برأيه هي معنى تشريف يعني هي مكلف هذه الصفة لما أنا كثائرة فهي مسؤولية كبيرة طيب حديثينا أكثر عن نشاطك أكثر في حلب حلا بحلب بداية أكيد فترة الثورة السلمية كانت مشاركات بكثير بنات من حلب ومن جامعة حلب مشاركة بالمظاهرات السلمية مشاركة بسعف جرحة بجرحة المظاهرات اللي كانت كانوا هنا العرضة للاعتقال أو الضرب من الشبيحة بالإضافة لإغاثة الأهالي النازحة من الأرياف أو من حمص بعد التحرير حلب كنت عم بشتغل بداية بمشافي ميدانية بعدين انتقلت لعملي الأساسي بمجال التعليم بسهمة افتتاح سلسلة مدارس ومراكز مساحات آمنة وصديقة للطفل والمرأة بالإضافة للنشاط السياسي بالمدينة يعني كيف أثر فيكم ما حدث في حلب كعائلة؟ هلأ نحن كعائلة مؤثر فينا أكيد أنا بشوفك شيء إيجابي أكتر ما أنه صرنا نشتغل أنا وياه مع بعضنا قبل الثورة كنا كل حدا له مجال عمله الخاص الثورة قربتنا أكتر كأفكارنا أهدافنا مشتركة فحتى علاقتنا كحبيبين مو بس كرفيقين درب كان تبين فيه شغلات بتبين أكتر بالحياة اليومية اللي أنت عم تعرضة للخطر أكتر من الحياة العادية اللي أنت بتشوفها فاللهفة باينة فأنا بشوف أنه مو بس جمعتنا بهدف سامي كمان جمعتنا أكتر وقربتنا من بعض كأي عائلة بالانتقال لك سيد سالم الأطرش هل تمكنت عائلتكم بعد ثلاث أعوام من تجاوز ما حدث عام 2016 التهجير؟ بالتأكيد لا يعني إذا ما راح نخصص مشاعرنا كثوار تجاه مدينة حلب فنحن ظالم المأساة السورية مستمرة والنزوح والتهجير مستمر والقصف مستمر فالجراح راح تتجدد ما راح توقف والنزيف راح يستمر طيب هو واقع فرض يعني نحن بعد ما صرنا هون مثلا شو ممكن تضيف يعني أو يعني تضيف لحلب وأنت هون في الحقيقة يعني للأسف أصبحت دور ضعيف لا شك في ذلك شعور بالعجز عام يعني موفقة للي موجودين في تركيا قرارات دولية عبد المر ضمانات وهمية والشعب السوري هو الوحيد اللي عابعاني طيب أنت قل لي الأستاذة وعد ما رأيك بكلام الأستاذ سالم يعني أكيد أنا وافق سالم بمية بالمية بالشي اللي حكى الفكرة أنه ولا شخص مننا يلي عاش ضمن هاي الظروف وهاي المأساة بيقدر أنه يجاوز هذا الشي وينسى بالفيلم كالشيء أنا قدرت أن أعمله بعد فروجنا من حلب كان هو مسؤولية أكتر من أنه رغبتي أنا الشخصية بإني أرجع عايش الزكريات بكل لحظة لكن إذا بدنا فعلا نكون صريحين مع بعض ما حدا مننا بيقدر ينسى الشيء اللي مر نحن يوم عن يوم عم يكبر هذا الجرح الوقت ما رح يكون كفيل بأنه يشفي هذا الشيء الشيء الوحيد اللي رح يشفي هو العدالة هو أنه يوما ما نحن فعلا نشوف أنه كل التضحيات اللي ضحهاها السوريين عبر كل المدن السورية مو بس حلق ما رح تكون تذهب سودا لازم يوما ما نشوف المسائلة والمحاسبة أي دور حدا مننا بيقدر يعمله خارج سوريا بعد ما تهجرنا للأسف واخترنا طريق آخر غير طريق أنه نكمل مع الناس اللي جوا لازم تكون حياتنا بشكل أو بآخر هي مرتبطة بحياتهم نتابع الأخبار يوميا نظل عم نحاول نحن نحن معهم نظل عم نحاول نؤدي دورنا نحن كأشخاص خارج سوريا بأنه نحكي للناس اللي برا ونظل عم نشد الضوء يوم بعد يوم عن الشي اللي عم بصير مبارح نحن هون بلندن طلعنا وقفة يمكن هاي الوقفة ما رح تغير أي شيء على أرض الواقعية للشباب والصبايا والناس اللي عايشة بالمعرة اليوم بس لكن ضوء صغير من الأمل أو إحساس صغير بأنه نحن ما تركناهم نحن ما تخلينا عنهم نحن بعد كل شيء مرينا فيه منعرف تماما شعور هذول الناس اللي عم تتهجر مبارح وليوم نحن رح نضل نحاول أي شيء نعم نكرمال بس أنه نحن نضل عم نحكي ونضل عم نموت يمكن بس مو بطريقة صامتة رح نضل عم نموت ونحن عم نصرع الناس بره ضجيج بأنه هذا الشيء عم بيصير نعم مشاهدين الضيوف هنا نذهب إلى هذا الفاصل هل العودة إلى حلب حلم أم واقع سيتم تحقيقه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في برنامجنا التربية الذكية رح نحكي عن مهارات والدية متقدمة في التعامل مع مشاكل أطفالنا المزمنة ولأن التشخيص نصف العلاج لا بد من تعرف على الأسباب الكامنة وراء كل هذه المشاكل التي يسببها لنا أبناؤنا ومدامة التربية الذكية مطلعة على تفاصيل مشكلاتنا اليومية لأنها تتجاوز أسوار التربية العالية وتنزي إلى تفاصيل بيوتنا لتعيش معنا حياتنا اليومية وتقدم لنا حلول منطقية واقعية أليست هي التربية الذكية؟ وبالمسك نختم مع نصائح معجزة نورانية من أطياف التربية الإسلامية تابعوا معنا برنامج التربية الذكية على قناة حلب اليوم في الأوقات التالية مرحبا بكم الجديد إلى حلقة اليوم برنامج ثنايا الخبر نخصصها للحديث عن الذكرى الثالثة لتهجير أهالي حلب عقب حملة قصف دموية مكنت روسيا ونظام الأسد من السيطرة على الأحياء المحررة مشاهدين الكرام تلفزيون حلب اليوم قام بإجراء استطلاع آراء عدد من المدنيين ممن هجروا من حلب وعاد لنا بتقرير التالي الحمد لله رب العالمين بعد ثلاث سنين تهجير من حلب قصرا قدرنا نتعايش هون أنا سيكن هلأ في منطقة الباب والحمد لله رب العالمين اللي عملي خاص اللي هو التدريب في عالم كرة القدم حتى الآن أنا قلبي بدي حلب مدينة حلب وأملي بالرجعة اليوم قبل بكرة إن شاء الله وطعاك أنا وكل مهجري يتهجروا من بيوته ومن منازل أنا بنزل بإذن الله دعالي يعني عملينام ما أنا مرتاحي نعم بكرة الباب ومدينة الباب وأهل الباب على رأسي وعيني وصطابالون أحلى صطابال الجماعة ولكن كل إنسان ما برتاح غير ببيته غير بأرضه غير مكان اللي ولد فيه والله تأقلمنا تقريباً بهالثلاث سنوات تهجير بعد ما تهجرنا مدينة حلب بعد ما هجرنا النظام المجرم نظام بشار الأسد طبعاً تأقلمنا مع الجو هون بس ما في من بعد حلب يعني تقريباً خروجنا من حلب كان صدمة كتير كبيرة إلنا وطبعاً الشخص الإنسان بتعود مهما كان الظروف بس ولكن نتأمل أنه نرجع على حلب نرجع على بيتنا على بيتنا الأصلي على منطقتنا الأصلية على أهلنا على ناسنا على التأقلم تأقلمنا شوية ليش لأنه هون يعني كلنا نضمن سوريا لسه ما طلعنا برى الأحدود السورية يعني كلنا هون أهلنا ومناطقنا يعني قريباً مناطقنا يعني والأمل إن شاء الله مزروع الأمل عطول يعني إلنا أمل بالرجعة بالتحرير كل سوريا مو بس يعني رجع بيوتنا يعني كان الشعب يعني محتضلنا وما كان في شيء أبداً وبالنسبة للأمل الحمد لله في أمل كبير إننا نرجع وأملنا بأله الحمد لله ما بنقطع يعني تأقلمنا على الوضع يعني صارنا من 2016 أقلمنا يعني كثير على هذا الجو هذا والحمد لله يعني مرتاحي والله في أمل الحمد لله في أمل نقول لسا في أمل أهلا بكم مشاهدين من جديد أعود للترحيب بضيوفي هنا في الاستوديو الأستاذ عفراء هاشم ثائر من حلب والأستاذ سالم الأطرش ثائر أيضاً من حلب ومن بريطانيا الأستاذة وعد الخطيب سؤال لك يا أستاذة وعد هل أنت راضي على ما حققه الفيلم من نجاحات؟ هل أكون كثير صريحة وواقعية معكم خلال عملنا بالفيلم أكتر من سنتين بلشنا شغل بعد تخرجنا من مدينة حلب وانتهينا ببداية هاي السنة تقريباً هنحصلنا سنة عم نعرض الفيلم حول العالم ما كنت متوقع أبداً أبداً والناس رح تجي تشوف الفيلم كنا كتير فيه كتير أشخاص قالوا لنا قبل أنه الناس أو المجتمع الغربي أو الناس اللي بره خلاص ما عاد تهتم بسوريا وما عاد في عندهم أي ارتباط بأنه يشوفوا شيء عن سوريا وأنه أي شيء عم يسمعوا عنه هو عبارة عن إما لاجئين أو وإرهابيين مثل ما المجتمع الغربي بيعرف عنه فكنا كتير أهمالنا توقعاتنا كانت كتير مخفضة بأنه خلاص أنا اللي علي كمسؤولية رح عامله بأن أنا أعمل الفيلم ممكن الفيلم يكون كتير مهم للسوريين ممكن يكون مهم اللي شخصياً وللتجربة اللي عشناها لكن مو شرق يكون مهم للناس اللي بره ولكن لحسنا الحظ الفيلم فاق كل التوقعات عم بيدور هلأ حول العالم بكل الدول عرضنا بأماكن مثل المكسيك أو اليابان أو ألمانيا أمريكا بريطانيا فكثير في أماكن ما كنا متوقعين أبداً أنه فعلاً الناس تشوفها والناس فعلاً عم تتفاعل بشكل كتير كبير هذا الشيء الوحيد اللي عم يعطيني شوية أمل هلأ بأنه نحن فعلاً أدرانين نعمل شيء ولو هو على نطاق كتير صغير لكن على قليل هذا الشيء اللي بيطلع بيدنا حالياً طيب كانت الرسالة واضحة من خلال الفيلم لسماء لكن ما بعد التهجير كيف يمكن مساعدة الناس على تقبل الواقع الجديد؟ ما أظن في أي شيء ممكن فعلاً يغير أو يقنع الناس بأن هذا الواقع نحن نقدر نتقبله كسوريين أنا لليوم ببريطانيا ما نقدران أنه أنا فعلاً أستقر أو أحس أنه أنا هون أني هون رح عيش حياتي بكل شيء عم نحكي دائماً أنا وزوجي أو أطفالي دائماً عم نحكي أنه بل كي شيء تغير بل كي شيء تغير وعيوننا على الأخبار وقلوبنا مع الناس اللي جوا كل الوقت على أمل أنه بأي لحظة نحن نقدر نرجع بيكون في أمل بأنه فعلاً الوضع السيئي اللي جوا سوريا يتغير بس اللي الشيء اللي بنقدر نعمله هو من ضمن النجاة الفردية للأسف بأنه نحاول نخرق هذا الأمل الصغير بكل ألب وبكل عائل وبكل لاجئ هو طر أنه يطلع بره سوريا ويضل عنده هذا الأمل والارتباط أنه نحن فعلاً يوماً ما رح نكون قدرانين أنه نرجع على سوريا سوريا اللي نحن بنحبها سوريا المحررة طيب أستاذة يعني وعد شاهدنا في الاستطلاع هناك ناس حتى اللحظة لديهم أمل بالعودة كيف تجيبهم الأمل أكيد دائماً الأمل موجود ونحن إذا بدي أقول لك أنه نحن بنحلم ومن نفئ على اليوم اللي رح نرجع فيه على الحلب لكن بنفس الوقت نحن بدنا نكون شوي واقعيين حتى نقدر نستوعب كل هاي الصدمات اللي عم بتصير للأسف نحن نتهجرنا من حلب من ثلاث سنين لكن خلال هاي الثلاث سنين في عندك تهجير لغوطة في عندك تهجير درعة اليوم عم نشهد كل يوم تهجير منطقة من أدلب وريف أدلب بدنا نكون شوي قدرانين نستوعب الشي اللي عم بتصير لحتى نقدر نكمل حياتنا مو أصح لأنه ما حدا مننا بيقدر يكون صحته العقلية لكن على الأليل نقدر نلاقي هذا الأمر بحيث أنه نحن فعلا نكون فعالين ونقدر نساعد الناس اللي يضل جوا تحت الخطر نعم من بريطانيا كانت معنا الأستاذة وعد الخطيب مخرجة برنامج مخرجة فيلم إلى سما شكرا جزيلا لك بالانتقال لك أستاذة عفراء يعني هناك في أشتات هنا بيخرجوا يعني تهجروا ما رسالتك لهم هلأ رسالتي أنه أول شي ما فيني يقول لهم رسالة أن كل واحد يعني يعرف تماما شو جايب معه من بلده يعني أنا ما بدي يكون منظرة لحدا يعني كل الناس اللي تهجرت انسلخت من بلده بس ما انسلخت من مبادئ ولا انسلخت من انتماء لثورته يمكن أنا بس بعد ما تهجروا الغوطة والتقيت منهم بتركيا كانت أنا عندي تحديات كتير سابقتهم بسنة فكان مثل عم بعطيهم دروس باستفادة للتعامل يختصروا الوقت أكتر من الصعوبات بالتأقلهم والتكيف على الوضع اللي انفرض علينا كلياتنا مشكلة انه كلياتنا ما كان تجربة التهجير هي بس خاصة فيني أنا كعفراء خاصة بولادي بس وليتي اتجاه نفسي وأطفالي وكيف بدي أكيف نفسي وأخليهم أوجد لهم البدائل لأنهم يتكيفوا مع الوضع اللي جديد فكانت تجربة كثير مريدة طيب الانتقال لك أستاذ سالم هل العودة إلى حلب حلم أو واقع سيتم تحقيقها نحن بدون حلم ما بنقدر نكمل أكيد هي واقع إيمانا بصورتنا إيمانا بالشيء اللي طلعنا لأجله هو تحقيقنا طالب الشعب السوري في الحرية والكرمة لابد أنه نظل نحلم ونقلب الحلم إلى واقع لابد من العودة نعم نذهب مشاهدين إلى هذا الفاصل ولكن بعده كيف أثر التهجير على مدينة حلب وهويتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حاطيني الكرسي عكس السيستم ولا صار على السيستم إذا كنت متابع للقوانين والقرارات والأخبار الجديدة في تركيا فأنت ماشي صح على السيستم كل القرارات والأخبار والخدمات اللي بتهمكم في تركيا رح خبركم فيها أول بالأول تابعوني في برنامج سيستم على قناة حلب اليوم الفضائي وعلى منصات على وسائل التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد لحلقة اليوم ثنايا الخبر نخصصها للحديث عن الذكرى الثالثة لتهجير أهالي حلب عقب حملة قصف دموية مكنت روسيا ونظام الأسد من السيطرة على الأحياء المحررة ولكن قبل ذلك نتابع أهم الأنباء التي حصلت اليوم مصدر خاص يؤكد لحلب اليوم مصدر خاص يؤكد لحلب اليوم مقتل القيادي في تنظيم حراس الدين أبو خديجة الأردني بغارة للتحالف استهدفته على طريق بلدة ترمانين شمال حق إدلب مدير فريق منسقو لسجابة محمد حلاج يؤكد في تصريح خاص لحلب اليوم توثيق 175 ألف نازح من مناطق أرياف إدلب الجنوب الشرقي ومعرة النعمان وريفها إثر حملة القصف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إيريكا تشوسانو تقول لحلب اليوم إن قانون قيصر خطوة مهمة لتعزيز محاكمة بشار الأسد ونظامه مراسل حلب اليوم في دمشق يفيد بتوسع الحراك المناهض للنظام في منطقة الغوطة الغربية بريف دمشق بالتزامن مع حملات كتابة على الجدران في بيت جن في جبل الشيخ وكالة اسمار تقول إن أسعار المواد الغذائية والخضروات ارتفعت بنسبة 40% من مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات النظام خلال أربعة أيام إدارة المجتمعات السكنية التركية توكي تفتح باب التسجيل على 100 ألف شقة سكنية جديدة في تركيا وذلك لحملي الجنسية التركية مرحبا بكم من جديد إلى حلقة اليوم برنامج ثنايا الخبر نخصصها للحديث عن الذكرى الثالثة لتهجير أهالي حلب عقب حملة القصف الدموية التي مكنت روسيا ونظام الأسد من السيطرة على الأحياء المحررة شكل تهجير أبناء الأحياء الشرقية من حلب نقطة فاصلة في تاريخ الثورة السورية عقب عمليات عسكرية واسعة النطاق وحصار عاشته هذه الأحياء المزيد في التقرير التالي وادعوك وأنتي في عيوني إلى بلد تزيد به المآسين بها يبكي الحزين على الحزين هي الدقائق الأخيرة في حضرة الوداع غادروها وبقيت أرواحهم تطف شوارعها والبيوت إنه الخامس عشر من كانون الأول عام 2016 تاريخ لن ينسه أهل حلب في واحدة من أكبر عمليات تهجير التي شهدها القرن الحد والعشرين رحلة تهجير حلب اتفاق برعاية أممية يقضي بوقف إطلاق النار مقابل خروج مقاتل المعارضة وأهالي الأحياء الشرقية منها ليعلن جيش النظام في 22 من شهر ذاته سيطرته على كامل مدينة حلب بعد تهجير نحو 40 ألفا من أهلها ومع أن اللون الأخضر يرمز للسلام والبدايات الجديدة إلا أنه في سوريا بات رمزا لتهجير القصري حملت الحافلة الخضراء ألف المدنيين والعسكريين من مقاتل المعارضة نحو ريف إدلب التي سبقهم إليها المهجرون من حمص ورف دماشق بعد قرابة أربع سنوات من القصف الممنهج والاشتباكات والحصار وبدعم من روسيا والميليشيات الإيرانية انتهت معارك مدينة حلب أواخر عام 2016 بحسب عسكري لمصلحة قوات النظام وسطرتها الكاملة على الأحياء الشرقية من المدينة واليوم ما يزال مشهد الدمار حاضرا في معظم الأحياء الشرقية كما تفتقر الكثير من الأحياء لأساسيات الحياة من ماء وكهرباء وتفتقد أيضا لأهلها الغائبين التهجير القصري يعرفه القانون الدولي بأنه إخلاء غير قانوني ويدرجه ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية جرائم يقول الضحايا إنهم ينتظرون محاسبة الفاعلين نعم أهلا بكم مشاهدين ينضم إلينا في الستوديو للحديث عن هذا الموضوع أكثر الأستاذ باسم أيوبي مصور صحفي باسم مواقف كثيرة حدثت أثناء الحصار وأنت شاهد عليها حدثنا عن أبرز هذه المشاهد بالبداية بحب أحكي إنه اللي عم بيصير اليوم بإدلب هو مشابه كتير للي صار معنا أيام كنا نحن بحلب الصورة ما بتفرق ولكن اللي عم يتهجروا هن المدنيين نفسهم البشر نفسهم اللي عم يتحاربوا وعم ينقصفوا وبيتعرضوا للقتل اليومي هن السوريين نفسهم نفس اللي حكاية عم تتكرر بمناطق تانية الصورة اليوم واضحة جدا اللي عم بتصير إن كان بمعارة النعمان على سبيل المثال شبيهة جدا بالصور اللي عشناها نحن من ثلاثة سنين في حلب التهجير نفسه التشرد نفسه العالم ما عم تعرف وين بدا تروح ضياع لكل شي ضياع لواحد أرضه بلده ووطنه اللي كان عايش فيه خسارة كبيرة هي للأسف ولكن الخسارة الأكبر هي خسارة الأرواح اللي عم بتروح بسبب هذا التهجير القصري اللي عم بتتعرض له أي منطقة بحلب عشنا هاي المواقف وكان فيه كتير تفاصيل ما بتروح من الزاكرة بكل سنة عم بتمر علينا نحن بالغربة برات برات حلب بتتكرر الزاكرة بترجع بتنعاد الصور بزاكرتي وببالي وببال كل الحلبيين اللي تهجروا بهديك الفترة بصراحة نحن يعني فيك تقول إنه نحن طلعنا بجسد وأرواحنا ضلت بحلب خسرنا بيوتنا أرضنا خسرنا كل ما نملك خسرنا كرامتنا نحن لما طلعنا من حلب رح الثورة ضلت فينا ما انتهت ومستمرين وما زال الأمل موجود فينا أنه نحن بيوم طيب يعني أنت تحدث عن الجانب المظلم من الحصار ماذا عن الجانب الآخر هل هناك جوانب إيجابية حصلت الجوانب الإيجابية هي تكاتف الناس مع بعضها يعني هذه الفترة بتحس أنه كل شخص موجود معك بالحصار هو أكتر من أخ لك عائلة صرنا عائلة واحدة يعني ألاف العائلات اللي كانت موجودة هنيك هي إيد وحدة تقاسمنا رغيف الخبز خصوصي بالفترة الأخيرة يعني اللي ما كان عنده أكل اللي عنده شوي يتقاسم بالنص بينه وبين جار وبين وبين رفيق فهذا كان الجانب الإيجابي كان قمة الحرية بأنك أنت موجود بحصار وبفترة تهجير قمة الحرية أنك تحكي اللي بدك يا خلص وضحة الصورة لك بأن العالم كله متخازل ما حدا وقف معك فكانت أوجه الحرية هي بهديك الفترة أنا بالنسبة اللي بعتبر أنه حرية الكلمة كانت تطلع بهديك الفترة ترابط الناس بهديك الفترة كتير تشوف أطفال أحيانا يعني مواقف بسيطة أنه تشوف طفل لابس تياب ممكن يكونوا أنه متسخين بس أنه يشوف فإنه يتقاسم معه أشياء من اللي هو رح يطالع معه من من تهجيره بحلب بسبب أنه هو خسر كل شي يعني أنت بتشوف أنه أنت خسرت كل شي فلما بتشوف شخص محتاج لأي شي أثناء خروجك على المعبر ممكن أنك تعطيه كل شي لأنه أنت بالأخير طالع بلا ولا شي يعني كنت أنت بتطلع من حلب لو الحصار أنا لأ أكيد ما بطلع أنا كنت حتى من الأشخاص اللي قرروا أنه يضلوا لآخر يوم لحتى يطلعوا المدنية وبيت تقريبا خمسين ساعة في المعبر وطلعت بآخر يوم وكان السبب أنه هو نأمن أولا على المدنية خصوص يصار في خرق للهدنة بأول يوم خروج للحلبيين من المعبر وطم استهداف قوافل الباصات اللي كانت طالعة فكان الأمر مربك بهديك اللحظة والعالم مو عرفان شي وبنفس الوقت أنا كصحفي مهمتي أني ضل حتى أنه الصورة اللي عم بتصير يعني حدثنا باسم عن مواقف صعبة مرت معكم أثناء الحصار بصراحة كان كل شي صعب كان أنك تشوف شخص محتاج وما تحسين تعمله شي أنك تشوف العالم عم تنزح من مناطق هنانو والصاخور عم تجي على مناطق صلاح الدين والمشهد كانت أمور جدا صعبة أنه كان في أعداد هائلة وبنفس الوقت في زعزعة النفس أنه في أشخاص ما عرفانين وين يتوجهوا عم بيشوفوا النظام عم يتقدم فكان في بعض العوائل أنه تتجه نحو مناطق النظام كان في كان في أطفال ما عم بيلاقوا شي أنه ياكلو أحياء فقيرة هي بالأساس عاشت قبل بحكم النظام عاشت هاي الأحياء بفقر ولما صار القصف والاستهداف زاد الفقر فقر على هدول الناس فكان أمور صعبة أنك تحاول أنك تساعدهم وبنفس الوقت الموارد اللي موجودة في مدينة حلب كانت ضئيلة جدا فهي كانت مواقف جدا صعبة بأنه يكون فيه فرق تطوعية والمنظمات عم تشتغل وتساعد هدول الناس بالشي اللي هنا بنفس الوقت الأشخاص اللي عم بيساعدوا كانوا في ضائقة بهذه الفترة بسبب الحصار المطبق على مدينة حلب طيب باسم هناك أناس فضلت البقاء في حلب ما الذي كان يحسم قرار الناس بالبقاء أو المغادرة أكيد يعني النظام بيستهدف أي شخص نادى حرية أي شخص طالب بالكرامة بالعدالة فكان المدنية اللي بقيوا فيني قل لك أنه ما فيك تقول عنهم رماديين لأنه هنن أكيد معارضين للنظام وشافوا وعاشوا هذه التجربة ولكن كانوا مجبرين لأنه في ناس ما عنده حيلة بأنه تطلع خايفة من المزهول طيب طيب يعني الناس اللي اختارت هذا الموقف ربما تكون نهايته أكيد ما حصل فيه كتير حالات توسقت وفيه كتير ناس أنا بتواصل مع كتير أشخاص من هدول العوائل الفقيرة اللي قلت لك أنه كان ممكن أنه فيه صيلات تواصل بيننا وبينهم بعد ما طلعنا من حلب فأنه حاولنا نتواصل مع هدول الأشخاص فكان أنه فيه كتير أشخاص اللي فقد أخوه مثلا بسبب أنه لما بقي بحلب أخدوه على العسكرية اللي فقد والده بسبب أنه تم اعتقاله بسبب أنه أجع بلاغ عنه أنه كان يوزع خبز بفترة الحصار فأنه كان فيه تهم ملفقة لأهدول الأشخاص اللي بقيوا هناك وللأسف صار فيه كتير خسارات بشرية بسبب هاي الأمور طيب كيف أثر تهجير أهل حلب على المدينة وهويتها التغيير الديمغرافي اللي صار حاليا بحلب هو أنه شعب حلب الأصلي اللي كانوا موجودين هناك تهجروا فيك تقول بنسبة 99% منهم فهي الأحياء صارت شبه فاضية وبسبب تغلغوا الإيراني والروسي بهديك المناطق فأكيد تغيرت هويت المدينة وحتى اللي موجودين هناك حاليا بحلب هذا الشيء بأي شخص بينزل على حلب حاليا بشاهد هاي المشاهد الروسيين والإيرانيين بهديك المناطق بشكل كتير كبير طيب باسم أنت كصحفي وتقوم برصد يومي ربما لأحداث في حلب ما هو وضع المناطق الشرقية من حلب في ظل سيطرة النظام عليها بحسب كمان تواصلة أنا مع أشخاص موجودين هناك كوني أنا حاليا خارج مدينة حلب الوضع أسوأ مما كان عليه سابقا يعني في ظل القصف كان تخيل أنه في ظل القصف كانت الخدمات البسيطة اللي هي كعمال نظافة وغيره كانت موجودة ومتوفرة في ظل الحصار أيضا ولكن عندما خرجنا من حلب هاي الأمور كلها انتهت وخدمات شبه معدومة بهذه المناطق هي تتوقف على خدمات مقدمة من أهالي الحي أو السكان الموجودين هناك بنفسهم طيب هل تتوقع الناس الذين هجروا من حلب ولو بقي الوضع الآن على حاله مع سيطرة النظام هل تتوقع الناس في المستقبل ربما يعود لا أكيد اللي داء مرارة هذه الأيام واللي طلع ونادى ضد هذا النظام المجرم القاتل كان بقي من الأول ما كان طلعه ولكن نحن كلياتنا طالعين وطلعنا على أمل أنه نرجع ولكن بدون بشار الأسد نعم ومشاهدين بعد الفاصل هل تمكن الفن من إيصال مأساة حلب للعالم ترجمة نانسي قنقر من بين اليأس والتهجير والحرب والدمار يضيء هذه الظلمات بصيص أمل يرسمه أشخاص حاول تجسيد أحلامهم على أرض الواقع سواعد تنسج لنا في كل أسبوع حكاية نجاح تبث فينا أمل سوريا المستقبل سواعد أمل تشاهدونه على قناة حلب اليوم مرحبا بكم من جديد لحلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر نخصصها للحديث عن الذكرى الثالثة لتهجير أهالي حلب عقب حملة قصف دموية مكنت روسيا ونظام الأسد من السيطرة على الأحياء المحررة كثيرة هي الطرق التي حاول من خلالها سوريون إصال صورة ما حدث في حلب للعالم وداعا حلب واحد من أبرز هذه الأفلام نتابع نعم ماجد ثلاث سنوات مرت على اليوم الأخير من رحلة تهجير حلب أكثر من 150 ألف مدني تركوا منازلهم التي ألفوها لسنوات طويلة بعد حملة تصعيد وحصار انتهجتها روسيا ونظام الأسد تركتهم أمام خيارين أحلاهما مر الموت أو التهجير في ذكرى التهجير تضج مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات أهل حلب بصورهم الأخيرة هناك بتلك الذكريات التي حملوها معهم إلى دول اللجوء هذه الصور التي تروي الحكاية وتشير إلى الجانب عين الحقيقة لم تكن موجودة اليوم لولا مجموعة من شباب حلب خاطروا بحياتهم لتوثيق ما جرى هناك من قصف وتدمير وحصار وضع حلب كان أحدى الأعمال وثائقي يروي في 52 دقيقة الحصار شرقي حلب في كانون الأول 2016 بعدسات أربع الصحفيين هم سراج الدين العمر باسم أيوبي أحمد حشيشو ومجاهد أبو الجود طبعا أخرجته كريستين جاربديان من قناة البي بي سي العربية يعرض هذا الفيلم لقطات واقعية للحياة اليومية والوقائع المرعبة كما عاشها الأربع شباب في حلب الشرقية قبل أن يستولي عليها نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية في تشرين الأول 2017 حصل الصحفيون الأربعة على جائزة روري بيكسوني عن فئة التأثير في الشؤون الجارية التي تعتبر واحدة من أهم الجوائز التي تمنح للمصورين المستقلين كما فاز فيلم ودا عن حلب بجائزة جيريرسون لنفس العام كأفضل فيلم وثائقي وأيضا أفضل فيلم وثائقي في 2018 لكن عن جائزة الأمي تبقى هذه الصور والأفلام بمثابة حكاية تخلد في التاريخ حقيقة ما جرى في حلب يوما ما شكرا لك زميلة ألا أعود ليرحب بك أستاذ باسم أيوبي مصور وصحفي وأنت مصور الفيلم ودا عن حلب حدثنا عن فكرة هذا الفيلم الفكرة بديت هي كنا عم نتواصل نحن مع مخرجة اسمك كريستينجر بدينا نوجه لتحية هي من الفريق بقناة بي بي سي كانت بهذه الفترة بديت الفكرة مننا أنه أنتوا كصحفيين موجودين جوا عم توصقوا هاي اللحظات وعم توصقوا الحصار حصار مدينة حلب فأنه صوروا حالكم بالكاميرا ممكن كاميرا موبايل أي شي موجود حواليكم أو متاح لكم صوروا حالكم سيلفي احكوا عن الحياة اللي أنتوا عايشينها وكيف عم تطلعوا بتوصقوا هاي اللحظات من هون بلشت فكرة الفيلم وكان ما في موعد محدد لأنه يتوقف التصوير فقط أنه خليكن عم توصقوا كل يوم بيومه أدق التفاصيل شو بتحسنه تصوروا صوروا نحن بالنسبة لنا كنا عم نوسق كل لحظة من عيشها بأبسط الأمور شغلات عادية من الحياة اليومية ولكن كانت مهمة جدا حتى لما طلعنا من حلب فكان في عنا زاكرة كافية لأنه ننتج هيك فيلم وبنفس الوقت ضلت لنا زكريات بمدينة حلب طيب هل أوصل الفيلم مأساة ما حدث في حلب للعالم؟ أكيد الفيلم تناول الجانب المدني بشكل بحث بحيث أنه نحن نصور العالم كيف عايشة كيف عم تتعرض لهذا القصف حملات النزوح التهجير اللي صار التصوير استمر لآخر يوم تهجير مثل ما ذكرتلك أنه أنا بقيت لآخر يوم لآخر يوم أنا عم وسق وصور هاي الأحداث رغم أنه كنا نواجه مشاكل بالأمور الكهرباء شحن الكاميرات الزواكر نقل الصور هاي الأمور كلها كانت كتير صعبة بالنسبة لنا كمصوريين وبنفس الوقت كنا عم نوسق هذيك اللحظات أنه كيف نحن عم نواجه هاي الصعوبات اللي هي أبسط الأمور اللي لازم تكون متوفرة طيب كيف رصدتم ردود الأفعال على هذا الفيلم حول العالم؟ حول العالم كتير عالم خارج سوريا وخارج المحيط العربي بدي أحكي على المحيط الأوروبي ما كانوا بيعرفوا شو اللي عم بيصير بسوريا ما كانوا عرفانين شو القصة اللي صايرة بحلب كتير عالم سمعت بأنه سيف ألبو بس ما عرفوا شو اللي صاير بالضبط بحلب لما طلع هذا الفيلم كان هو صورة كتير واضحة ومعبرة عن جزء بسيط من الإجرام اللي كنا عم نعيشه نحن بمدينة حلب اللي تعرضنا له بمدينة حلب كتير وصلني ردود وتعليقات بأنه بكيتونا خليتونا نعيش معكم الجو والفيديو كان كتير عفوي الفيلم كان عفوي كانت تعابيركم ومشاعركم واضحة فلاقة عجاب كتير كبير وبنفس الوقت وصلنا رسالة الشعب أنه أنا اليوم عم أنه صورة مدني كيف عم بيعاني كيف عم يترك بيته وأرضه ووطنه بعد بعد سنين طويلة ربي وعاش فيها يعني ذكرى مؤلمة للأسف أنطلق من إيمانك بفكرة أنه الفن هو قادر على إيصال ما يحصل على الأرض وربما يعالجه هل تعتقد أنه كان هناك تقصير في الجانب الفني خلال الثورة السورية؟ فيه تقصير بسيط من ناحية تنسيق الأعمال الفنية في نسمية أو حتى خليني أقول أعمال واقعية لأنه بالأخير أنا عم أنقوا الواقع كان فيه تأثير من هذا الجانب وبنفس الوقت لحد الآن الثورة السورية ما أنتجت ملخص كامل عن البداية والنهاية ما فيني أقول لك أنه انتهت لأنه ما زال الموضوع مستمر ولكن الصورة بشكل كامل ما تم تنسيق على عمل الرغم أنه الإمكانيات اللي وصلت له اليوم اللي موجودة اليوم بالثورة السورية هي إمكانات ضخمة صار فيه أشخاص عندهم أرشيف ضخم صار فيه أشخاص عندهم احترافية بهذا الموضوع صار فيه عندنا أشخاص قادرين على الإخراج عدة أمور وعدة مهن ممكن أنه تتكاتف كلها بعمل واحد لحتى ينتج شيء عن سوريا ينقل صورة الناس بشكل أكبر ممكن يكون هذا العمل هو عمل حاسم لموضوع السورة السورية باتخاذ قرارات معينة بتفيد هاي الشعب يعني أنا انطلقت من هذا السؤال نرى في الجانب الآخر مثلا النظام لديه الكثير من الأعمال المسلسلات الأفلام وشاهدنا أيضا أنه اتخذ من المواقع المدمرة اتخذ أماكن للتصوير يعني هنا المفارقة النظام ماذا فعل والثورة ماذا فعلت صحيح النظام من بداية الثورة حتى الآن عم يستخدم الأعلام كوجه سياسي أول ولكن للأسف أنه مثل ما ذكرت لك التقصير بالثورة السورية هو أنه نحن لحد الآن ما تم التكاتف على عمل قوي وضخم يحكي عن القصة بشكل كامل صار فيه أعمال كتير قوية وصلت رسائل كتير قوية من أفلام قصيرة من سكتشات من مسلسلات ولكن لحد الآن فيه زوايا ضعف بنفس الوقت عنا منصات صار في عنا منصات قنوات كبيرة مساهمة للثورة السورية فيها أنه تساعد على إنتاج هاي الأمور ولكن تنسيق ضعيف قلت لك هو بيرجع الموضوع أنه ضعف تنسيق ولكن الثورة السورية قادرة على أنه تنتج وأكبر دليل أنه اليوم منشاهد أنه فيه أفلام مثل فور سما ومثل الفيلم اللي طلع بالغوطة وصلت للأوسكار وفيه كتير قبل كمان وصلت أعمال للأوسكار فهذا يعني أنه الثورة السورية عندها هاي الخامة أنه توصل لمستوى كتير كبير وتوصل رسالة الشعب السوري طيب باسم هل تعتقد أنه هاي الأعمال ربما تكون توثيق لتحقيق العدالة؟ أكيد أكيد هي توثيق لتحقيق العدالة وبنفس الوقت توثيق للواقع اللي عم بيصير في سوريا عم تشوف كل يوم مجازر عم تتكرر اليوم الصورة اللي بتطلع هي عبارة عن صورة فوتوغرافية ولكن هذا الأمر توثيق أكيد هي وثيقة بالزمن مسجلة مسجلة فيها إجرام النظام مسجلة فيها الشي اللي عم بيصير اليوم قلت لك اللي عم تشوفه اليوم بإدلب أكيد كمان هذا وثيقة اليوم العالم عم تتهجر من معارة النعمان بسبب القصف من اللي عم يقصف صارت صورة واضحة بالنسبة للكل ولكن نحن بحاجة لزخم أعلامي أكبر لتكاتف المنصات السورية السورية معنا بشكل أكبر لحتى يوصل صوت الشعب نعم باسم أيوبي مصور صحفي شكرا جزيلا لك وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم برنامج ثنائي الخبر والتي خصصناها للحديث عن الذكرى الثالثة لتهجير أهالي حلب عقب حملة قصف دموية مكنت روسيا ونظام الأسد من السيطرة على الأحياء المحررة كل الشكر لكم ضيوفي الكرام من بريطانيا كانت معنا وعد الخطيب مخرجة فيلم إلى سماء وضيوفي في الستوديو باسم أيوبي مصور صحفي والأستاذ عفراء هاشم ثائر من حلب والأستاذ سالم الأطرش ثائر من حلب شكرا لكم مشاهدينا للإقافة اشتركوا في القناة